بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكل هذا التمرين فنقول ان احنا عملنا فيه في المنتصف هنا في المركز بتاع الستوك الستوبورين وبعدين عملنا الفيسينج وعملنا التو هولز اللي موجودين معنا الآن احنا جاهزين ان احنا نبدأ عملية نشوف التول باث بتاعنا هيكون ازاي بس الاول تعالى نشوف شكل الايزومترك فالايزومترك يوضح لي الديمينشنز بتاع التو هولز طب انا عايز اعرف الديمينشن بتاع التو هولز مجرد يا شباب ما نضغط على الهول فهو هنا بيدي لي ان هنا عندي ها تختار انهي امر من الامرين اللي ان انا في الموقف معناه ان انا مختار فاك فانا لو عايز انا عايز هول وان هول اوكي هيجب لي الديتيلز بتاعة هول وان طيب هنا هنجد ان هنا في الهول وان هيديني الديمينشنز اللي انا مستعملها لهذا الهول وهيديني اللوكيشن بتاعة الهول لو انا عايز اعمل اي تغيير ففرضا انه اللوكيشن 3.5 في الـ X و 3.5 في الـ Y يبقى لو عايز اعمل اي تغيير ها اعمل التغيير هنا تعالى الـ strategy الـ strategy بتوضح لي ان انا ببدأ بـ spot drill وبعدين بعمل drill ممكن لو عايز تعمل ريمينج او عايز تعمل بورينج فبتقدر ايه تشتغل من دول كده يبقى اذا ايه ده بالنسبة للهول نفس الكلام طبعا مش هعمل اي تغيير فهقفل دي نفس الكلام بالنسبة للـ الـ step بورينجا بيقول لي هذه السابة الاولينية بتاعتنا اللي هي كانت ديمتر بتاعها بـ 2 ومديني الـ depth كان بـ open 5 والـ chamfer كان بـ open 05 وعندي السابة التانية بالـ diameter بتاعها كان بـ 1 ودبث بـ 2 الدبث اللي هو بـ 2 طبعا معروف انه ايه؟ الدبث الكلي من النقطة الاولى اللي هي من اول الـ step الاولينية هذا الـ step كده يبقى عرفنا الابعاد والله عايز اعمل فيها اي تغيير بعمل تغيير موافق على كده يبقى انا كده عرفت لو حصل عندي confusion عن اي بعد او اي شيء بستطيع ان انا اجيبه مباشرة كده ممكن نفعل ذلك مع اللي هو الفيسب تعالى للـ face هنا في عندي الـ strategy فيه راف وفيه finish من الممكن انه عشان اصر بس الخطوات فمن الممكن انه الغي السايكل بتاع الرف وقوله موافق وهي بدأ ايه يعمل ايه هو عملية ايه التشغيل دي بعض النقاط اللي اردت ان اوضحها قبل ما نعمل ايه عملية الـ tool path يبقى احنا نقوله tool path هيطلالي الـ flying menu اللي هي فيها عملية simulation اللي عمنا احنا بشرقها تفصيلا قبل كده هناخد منها الـ 3d dimension وهنقوله ايه simulate the part اوكي طبعا ادي انا وضحتها قبل كده فانا مثلا ايه عايزة اضغط هنا على الميلنج فبيقوله minimize tool changes او لا دو finish cut last يعني انا عندي هنا فيه finish وفيه رف انا بقوله ايه اعمل عمليات الرف الاول وخلي الـ finish cut في الاخر and so on ده السبب ان احنا بنخلي دي اللي هي المينيو بتاعت الـ ors ring بتطلع منيه ممكن برضو خلاص انا عملت اهو الـ بطق بس ايه الـ speed بتاعت simulation ونعيد العملية مرة اخرى اهو بدأ يعمل عملية ادي العملية الاولى واده 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 كده خلاص هذا الجزء الـ ordering برضو لو انا من هنا اقدر اجيبها ايه لو انا مش موجودة من هنا اقدر اجيب ايه الـ ordering من هنا هتطلع لأيه نفس المينيو اللي هي بتطلع اثناء عملية التول path مبنقي نشغله بنعمل عملية اه simulation كده يبقى انا قدرت بهذه الطريقة من الممكن برضو نشوف الماشين اهو نفرج هو بعمل اهو هذه العملية الاولى عمل للـ face وهذه عمل كده الاستبل الاولين من البول وعمل للـ chamfer ثم ثم الـ step board الثانية اللي عملها وده عندي دي كده ايه الـ spot وبعضين الدريل كده ده simulation لـ machine itself وهي بتعمل عملية التشغيل موسيقى موسيقى